توصل ميليشيا الحوث الإرهابية منذ انقلابها في سبتمبر 2014 وسيطرتها على صنعاء بممارساتها المتنوعة عمليات فساد وتضييق واقتحام وإغلاق ومصادرة وتغيير مقررات دراسية إضافة إلى سلسلة أخرى من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد والاختطاف والاعتداء والإخفاء القسرية يأتي ذلك في ظل صخط شعبي غير مسبوق ضد عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وسوء إدارتها للمناطق الواقعة تحت سيطرتها ونهب موارد الدولة لصالح مشروعها الطائفي وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم ومن الراتب الذي قطعته منذ أكثر من سبع سنوات حد قولهم وأكدوا أن صبر الناس ينفد والاحتقان يزداد والظلم والتجاهل ومضاعفة القهر لن يؤدي إلا إلى هلاك هذه العصابة لفتين أن السلطة التي تراهن على القوة وقدرتها على الانتصار وقهر الناس والتعسف بحقهم والاستيلاء على أملاكهم وأموالهم إنما تمهد لزوالها حد تعبيرهم أحمد حجر ممثل ويوتيوبر ويعتبر شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن نشر فيديو على قناته في يوتيوب وتحدث فيه عن الفساد والسرقة والنهب الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها فقامت الميليشيا باعتقاله فورا وإيداعه السجن نتابع جزءا من الفيديو الذي نشره أحمد الناس كلهم اليمنين كلهم أنا ما أسرت وأنا ما أجد بيقولوا أنصار الله والحوثي سرقوني نهبوني خلسوني كملوني أنا ما أسرت يا خلق الله كلهم اليمنين الذي في اليمن والذي خارج اليمن بيرتدوا نفس هذا ما أقوله يوميا أكثر من مليون مرة يوميا أسرع أنت صاحب الفرن يشكيلي من أنصار الله بيقولوا نهبوني سرقوني بيجيحك وزارة الصناعة بيجيحك فرائب بيجيحك الواجبات بيجيحك خلس قدوم مجاني صاحب البكالة بيسبه أنصار الله صاحب المطر بيسبه أنصار الله صاحب التاكس بيسبه أنصار الله المجنون الذي قدوم مجنون بيحرك ويدمجنن في الشارع سرقوني أنصار الله يو نصبوني يو ولا ليذنو ولا ليذنو المجنون الذي قدوم مجنون أنا ما بنكذبش ولا بنزبتش أمان أنا خرج وأخطأ في الشارع ويوكفني واحد صاحب سيارة الليكزيس آخر مودي آخر مودي نصبونا أكلوا بامعي خلاص شو مني ضغم شو مني جبارك شو مني رجل وانا قولوا منهم يا أخي أنصار الله رحوين يا أخي يقول لي إذعالنا راحل فعلنا فيديو شو رجح بهم مل عدنا حاكي مدري ما هو أما سعبوا قبلوا لي ما عدشتاوش قالوا عدشي شنين تهاجر هنا ولا عدشي يستثمر هنا ولا حال عكلوني يعني الكبير والزغير بيشكي من أنصار الله إنهم سرق وإنهم رصابي وإنهم بيأكلوا الرواتب وإنهم بيأكلوا حق الناس وإنهم بيبسطوا على الأراضي وإنهم بيتكبروا ويزنوا فوق الناس وإنهم 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 الناس كلهم بيشكو منكم يا أنصار الله الناس كلهم بيشكو منكم يا حويتب بيشكو من نغم كل اليمنين بيشكو من نغم أنا ما أسرت كل الناس بيشكو من نغم كما تابعتم مشاهدين هذا المقطع للناشط أحمد حجر والذي قال إن ميليشيا الحوثي تجبر ملايين الناس على الخروج في فعالياتها الطائفية لتضليل الرأي العام بحاضنتها الشعبية بما فيهم الموظفون الذين يتم إجبارهم على الخروج أو مصادرة درجتهم الوظيفية رغم انقطاع مرتباتهم وقال أيضا أن ميليشية الحوثي تتجاهل عمدا صرخات الجوعة بسبب ارتفاع الأسعار وأنها تلصق التهم بالتجار فضلا عن إنهاء التعليم في مناطق سيطرتها تدول الناشطون المقطع وقاموا بحملة إلكترونية مطالبة بإخراج حجر من السجن تابعنا بعض ردود أفعال الناشطين ونشوف منشور لبشير الحارثي الذي يقول أحمد حجر هو قال لكم الحقيقة التي تحاولون إخفاءها عن العالم كل يمني يتألم باليوم ألف مرة من تجويعكم وإذلالكم وإهانتكم وعنجهيتكم الكذابة بقوة السلاح لن يطول الصمت والصبر ما قاله أحمد حجر سيهتف به الشعب في كل حي وشارع ومدينة وقرية وقريب جدا يا كهنة المعبد وأحفاد التخلف والدجل والخرافة خالد رويشان أيضا كتب وقال من الحماقة اعتقال فنان أو كوميديان تعتقلون في صنعاء أحمد حجر ما أضعفكم أحمد حجر رقة صنعاء ومدنية روحها تعتقلون الضحك وترهبون الابتسامة تعتقلون الحياة تخنقونها فكوا أضافركم الثقيلة عن عنق البلاد صلاح الدين الأس الأسدي شارك بالحملة وكتب إذا جلست في صنعاء وجبت رايك الذي كفله لك الدستور والقانون فأنت في نظر الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا عميل ومنافق وطابور خامس وإذا أجبرت على مغادرة بيتك وأهلك وتعيش معاناة النزوح والتشريد فأنت مع العطوان اتركوا للناس فرصة على الأقل تتنفس يا أسوأ كارثة حلت باليمن دعوا الناس تنقلوا الواقع الذي فرضتموه وطبعتموه ناشط أحمد غازي قال أيضا كلمة الحق يا أعزائي دائما توجع ولا بد أن يكون لها ثمن وأقسم بالله لم يقل حجر إلا ما يخشى الكثير من قوله لأنهم يعلمون جيدا أن مصيرهم سيكون نفس مصيرة أخيرا نحمل سلطات صنعاء سلامة الأخ أحمد ونطالب بسرعة الإفراج عنها محمد مهدي كتب الناشط أحمد حجر تم اعتقاله من قبل الحوثيين في صنعاء بسبب فيديو كشف فيه جزء من الواقع الكارثي في مناطق سيطرتهم ويبين كره الناس لهم ولممارساتهم ضاقوا بكلمة حق قالها ناشط وأوضعوه السجن ثم يتحدثون عن الشراكة والتعايش الدكتور محمد جميح شارك أيضا وقال أحمد حجر اختطفه السرق الذين هاجمهم في صنعاء بقوله الشعب سينفجر أنتم سرقتم نهبتم وأكلتم كل اليمنيين في الداخل والخارج يرددون أنتم سرق الحويثة نهبون ونختم بتغريدال ناصر الشليلي الذي قال لأنها ميليشية إجرامية قائمة على البطش والإرهاب وتكميم الأفواه الميليشية السلالية الحوثية تقوم باعتقال الممثل أحمد حجر لنشره مقطع فيديو ينتقد في فسادهم الذي صار معلوما لجميع اليمنيين شاهدنا نذهب إلى فاصل قصير ونقود اشتركوا في القناة